أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا موعد لقائنا اليومي في هذه الساعة المباركة من هذه اللحظات الطيبة في هذا الشهر الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الكل مبتلى إلا من عفاه الله رب العالم نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة كل ابتداء يأتي للعبد نتيجته خير وليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية قيل كيف هذا قيل قال لأن البلاء لا يعقب إلا الرخاء والنعمة لا تعقبها إلا البلية طبعا أمر طبيعي أنا اليوم في صحة هذا الأمر اليوم أنا في ضنك بكرة إن شاء الله في سعة إن مع العسري يسرى إن مع العسري يسرى ودائما أقول إن المحنة دائما تكون في حالة حمل في منحة يعني المنحة المحنة دائما حامل بمنحة والعطية دائما عند الله عز وجل تكمن داخل البلية العطية موجودة دائما داخل بل كيف ينزع يوسف من صدر أبيه هذه محنة يلقى في السجن في الجب هذه محنة يباع بثمن بخص دراهمة معدودة هذه محنة يصبح عبدا بعد أن كان حرا هذه محنة تلفق له قضية ظالمة هذه محنة يدخل السجن هذه محنة طيب هذه المحنة كلها كانت يد الله تعمل بجوار المحنة كيف أولا لما ألقي في الجب أوحى رب العبادة إليه يعني الوحي جاي في لحظة المحنة الوحي منحة منحة موهبية من الله سبحانه وتعالى وأوحينا إليه لتنبع لتنبع أنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون فالوحي جاء في وقت الضيق هذا أمر الأمر الثاني الله سبحانه وتعالى لم يحمي يوسف في الغربة إلا باحتواء بيت العزيز له الأمر الثالث لما يعني يعني اتهمته أو راودته التي هو في بيتها عن نفسه ما الذي حدث رب العبادة يرسل له شاهد طفل صغير لا يتكلم له من العمر أشهر شاهد شاهده من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هو من الكاذبين إن كان قميصه قد من دور فصدقت وهو من الكاذبين فإذن الشاهد هذا جاء في وقت المحنة ليكون منحة إذن المحنة موجودة يدخل السجد ينشر الخير فيه هذه دخول السجد محنة لكن ينشر الخير فيه منحة ثم تأتي بعد ذلك المحن المنحة تتوالى الملك يشوف الرؤية وبعدين يخرج يوسف وبعدين يتولى الخزان في المنصف وتولى وزارة المالية وزارة الاقتصاد ويتولى إدارة الأزمة العالمية التي كانت موجودة في هذا الوقت وجاء إخوة يوسف اللي كانوا أعزة بالأمس صار اليوم أذلة يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرب وجينا ببضاعة المزجاه فأوخ لنا الكائلة وتصدق علينا إن الله يجب أن تصدقين إذن هذه بعد أن كان عزة صاروا أذلة وبعد أن كان هو ضعيفا قليلا لا شأن له إذا به يصبح زشأ وذا قوة ويأخذ آوى إليه أخاه وبعدين في الأخر المنح جاءت سبحان الله العظيم جاء يعقوب عليه السلام وزوجه وأبنائه كلهم وخروا له سجد يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا إلى آخر ما ذكر يوسف في منح الله سبحانه وتعالى بالله عليك لا تنبت المحنة إلا منحا إزاي أول شيء المحنة لما تيجي سواء مرض ضنك موت عزيز دي بتوقظ للإنسان نعم الله التي عليه التي كيف يعني أولا أنت ترى أن مرض ولدك يسد عليك الدنيا كلها بالله عليك مرض ولدك هذا لقضية تانية كيف يعني الولد اتفع حالته درجتين ثلاث درجات وصلت أربعين بدأت تتخاف أنت وأمه نعمل ينروح للطبيب والطبيب يصف الدواء ونشتري الدواء وبعدين أنت بمرض ولدك هذا لا تدري ما الذي حدث الطبيب الذي ذهبت أنت إليه أنفق أهله وعليه كل أموالهم حتى تخرج من كلية الطب وعمل درسات عليا وصار طبيبا فرزق هذا الطبيب في مرض ولدك وبعدين الطبيب بيعمل عنده ممرض وممرضة وسكرتير وإدارة وكل رواتب وهؤلاء من درجتين الحرارة بتوعيه ولدك وبعدين يكتب على ورقة يصف الدواء الورقة هذا عملتها مطابع المطابع دي فيها ناس موظفين وأسر وعائلات أكلوا رزقهم من درجتين الحرارة الزيادة بتوعيه ولدك وبعدين روحت أنت للصيدلاني أو المكان الصرف الأدوية تذهب الشركات الأدوية دي شركات عملاقة لها ناس بيشتغل ومحاسبين وإداريين وباحثين وعاملين سبحان الله وهذا الدواء وضح في عبوات العبوات بلاستيكية وزجاجية وورقية وإلى آخره في مصانع بتصنع وبعدين الشاحنات التي حملت هذه الأدوية من بلدها إلى أن جاءت إلى بلدتنا هذه سواء بالطائرات أو بالقطارات أو بالبر أو بالبحر أو بأي شيء كل هذه شركات أخرى يعمل فنان بالله عليك كم من يعني من ارتزق من مرض والدك أنت تظن بس أن والدك وقت وقفت الدنيا عند حرارات أبد والحرارة تعملية عند الولاد تجدد لونشاطة الخلايا وبعدين الكرات الدم البائضة تبتد تقاوم وبعدين يتعلم في مناعة ذاتية من جنبه في داخله وبعدين بعد كده تدخل تخرج من المحنة وأنت إيه وأنت الحمد لله ربنا عافو والتسبد لله شكرا رغيف الخبز الذي أمامك هل تنظر إليك إذا نظرة عبره لا رغيف الخبز هذا جامل القمح القمح هذا زرع فلاح وسهر عليه بعد يروي الأرض وبعدين بعدما حصد فصل القش التب عن القمح وشار القمح وباعه القمح ده لما حمل حمل على وسائل مواصلات فتحت من وراءه شركات وبيوت وعند ذهب إلى المطاحن التحن المطاحن دي ديها ناس ويوضح في أكياس الأكياس دي فيها أيضا ناس ترتزق من وراءه ثم حمل إلى العجان ثم إلى الخباز الخباز هذا فتح بيت وبعد الخباز يضع في أكياس ويصل إليك الرغيف أمامك بالله عليك الرغيف هذا كم يدا رب العباد من منحه وفقها ويسرها أن تصنع وتصنع هذا الرغيف حتى يأتي أمامك المؤمن ينظر إلى نعم الله بهذا الشكل التاني يقول لي يا الله لا تنظر إلى الكوب من ناحية السواد انظر إليه بمنظر الخير وبمنظر النعمة وبمنظر الرحمة أنت من الواجب تتقي رب العباد سبحانه وتعالى وترى أن المحنة لن تلد إلا إيه إلا منحة ليه حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب فقاوية جهد الصحابة هاجر الصحابة إلى الحبشة فتعلموا كيفية الغربة وثمراتها هاجروا إلى المدينة أو طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فأقام دولة سبحان الله الأئمة الكبار ابن تيمية حبس في دمشق تسعة عشر شهرا فقال ماذا يصنع أعدائي بي أنا بستاني وروضتي في صدري إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة المسجون من سجن قلبه بعيدا عن الله والمأسور من أسره هواه إذن القضية لا تنظر إلى المحنة ساعة المحنة وانظر إليها أنك مبتلى ممتحن عشان ربنا سبحانه تعالى يظهر لك المنحة بعد ذلك ولن تأتي المنح إلا بعد المحن فاصبر كما قال الرجل يعز بن عباس رضي الله عنهما لما مات العباس قال ابن عباس رضي الله عنه ما عجزاني أحد وصبرني إلا قول أعرابي لما مات أبي العباس قال له يا ابن عباس اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجلك بعده والله خير منك للعباس العبد مننا يجب إن فقد شيئا فليعلم أن هذا كسب وليس فقدا لأن الذي أخذه إنما هو صاحب الأمانة سبحانه وتعالى يضيق على من يشاء ويوسع لمن يشاء ليس كرها في الأول وليس محبة في الثاني وإنما امتحانا لعباده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين يعني يعني الله سبحانه وتعالى لما يمتحننا يعلم الصابر وغير الصابر الممتحن فنشوف نتيجة الامتحان وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان نسأل الله أن ينجحنا في الامتحانات الابتلاءات المتتالية وأن يصبرنا وإياكم وأن يتوفنا وإياكم على الإسلام وأن يجعل أيامكم منحا بعد محا التي مررتم بها ويؤمن العراق وأهله ويؤمن بلاد المسلمين لا تنسوا من صالح دعاكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته